اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ففي عام 1914 كان لكل من طرفي الحرب العالمية قوات كبيرة من سلاح الفرسان استخدموا الخيل والجمال في الحملات الصحاوية طوال الحرب ولكن على الجبهة الغربية كانت هناك اسلحة جديدة مثل المدفع الرشاش جعلت من هجمات الفرسان امرا اكثر صعوبة ومع ذلك ظلت الحيوانات جزءا حاسما من المجهود الحربي حيث قامت الخيول والحمير والبغال والجمال بحمل ونقل الطعام والماء والذخائر والامدادات الطبية للرجال في جباهات القتال وكانت الكلاب والحمام تحمل الرسائل واستخدمت طيور الكناري للكشف عن الغاز السم كما تم تدريب القطط والكلاب على استياد الفئران في الخنادة لم تكن الحيوانات تستخدم فقط للعمل اذ جرى الاحتفاظ بالكلاب والقطط وبعض الحيوانات المتميزة مثل القرود والدبابة لاستخدامها للتسلية واعتبارها كتمائم لرفع الروح المعنوية للجنود وتوفير الراحة وسط مصاعب الحرب من بين جميع الحيوانات التي يحتمل ان تخدم جنبا الى جنب مع البشر في الحرب قد يخمن المرء ان قرد البابون سيكون منخفضا جدا في القائمة ومن المثير للدهشة ان احد قرود البابون خدم بالفعل جنبا الى جنب مع قوات جنوب افريقيا في خنادق الحرب العالمية الاول كان اسمه جاكي وكان عضوا في فوج المشات الجنوب افريقي الثالث تيرانسفل الذي قتل جنبا الى جنب مع الجيش البريطاني في الحرب العالمية الاولى في اغسطس 1915 عندما تطوع البرت مار للقتال من اجل بلاده في الحرب العالمية الاولى سأل عما اذا كان بامكان قرد البابون ان يرافقه الى فرنسا والمثير للدهشة ان ضباط فوج المشات الجنوب افريقي الثالث قرروا الموافقة تم العثور على البابون جاكي وحده قبل بضع سنوات في مزرعة عائلة مار بعد ان انفصل بطريقة مع انفرقته اخذ البرت قرد البابون الصغير وتمكن من تدريب المخلوق البري بنجاح كبير وانشاء رابطة قوية بينهما منح جاكي رتبة جندي بصفته التميمة الرسمية للفوض كان لديه زي موحد مصمم خصيصا له مع شارات الفوض وقبع كان يسير مع الرجال ويتعلم كيف يحي ويقف في راحة رأى جاكي والبرت لأول مرة انفسهم في قتال في منطقة الصحراء الغربية في مصر في فبراير 1916 عندما قاتل رجال الثالث الى جانب الحلفاء الاخرين في حملة ضد رجال القبائل للسانوسية الليبية الذين شجعهم العثمانيين على مهاجمة القوات البريطانية المتواجدة في مصر واصيب مر بطلق ناري في كتفه بينما كان مستلقيا على الارض في انتظار المسعفين حاول جاكي المذهول ان يلعق الجرح ويريح صديقه اعجب رجال الفوج الاخرين بولاء الباب وتفنيه لصديقه بعد القتال في الصحراء الغربية في مصر تم ارسال الحملة الثالثة الى فرنسا حيث ظل ثلاث سنوات في خنادق الجبهة الغربية هنا اثبت جاكي جدارته مرة اخرى بمرافقة مر في واجب للحراسة الليلي نظرا لسمع قرد البابون الفائق ورؤيته الليلية فقد كان قادرا على تحذير القوات من الاقتراب من الاعداء في وقت اقرب بكثير مما قد يفعله اي حارس بشري وقد منع عددا من المداهمات قبل ان تبدأ وصل جاكي الى ابريل عام الف وتسعمائة وثمانية عشر دون ان يصاب باذن لكن هذا للأسف سيتغير عندما رأى الفوج العمل في معركة بشنديل تعرض لواء مر لقصف عنيف واصيب جاكي بالرعب حاول بناء جدار من الحجارة حوله لكن قذيفة انفجرت في مكان قريب واصيبت ذراعه اليمن ورجله اليسرى بشظايا على الرغم من ان ساقه المشوهة كانت معلقة فقط بالعصب والجلد الا ان جاكي رفض في البداية ان يتم اخلائه من قبل المسعفين عندما تمت ازالته اخيرا لم يكن الاطباء متأكدين مما يجب فعله معه حيث لم يكن لديهم ثبرة في علاج الحيوانات توسل اليهم مرء يجرب كل ما في وسعهم لانقاذ حياة جاكي في النهاية باتروا الساقة وضمدوا جروحة لم يكن لديهم اي فكرة عما اذا كان سينجو من التخدير لحسن الحظ نجى بالفعل واستيقظ بعد الجراحة بوقت قصير بعد انتهاء الحرب سافروا الى انجلترا حيث تم استقبال جاكي مثل المشاهير شارك جاكي في موكب يوم اللورد العمدة في انجلترا وتمكن هو ومر من جمع مبلغ كبير من المال للصليب الاحمر لمساعدة الجنود المرضى والجرحة بعد ذلك عاد جاكي الى جنوب افريقيا حيث تم انتهاء خدمته هو ومر رسميا من الجيش تم تزيين زي جاكي بثلاث شارات عسكرية زرقاء لسنوات خدمته وشريط ذهبي لاصابته في خدمة بلاده تمت معاملة جاكي ايضا كمشهور في جنوب افريقيا حيث حصل على وسام خدمة المواطن في بيريتوريا لسوء الحظ حمل كل من جاكي والبرت ذكريات اليمة من تجاربهما على الجبهة الغربية كلاهما عانى من الطراب ما بعد الصدمة واصيب جاكي بالرعب من صوت اران في الثاني والعشرين من مايو الف وتسعمائة وواحد وعشرون اندلعت عصفة رعدية شديدة بشكل خص فوق مسرعة مار عندنا ضرب الرعد المسرعة لم يستطع قلب جاكي ان يتحمل الصدمة واصيب بنوبة قلبية وتوفي في الحال عاش مار نفسه حياة طويلة وتوفي عام الف وتسعمائة وثلاث وسبعون عن عمر يناهز اربع وثمانون عاما جاكي الذي عاش حياة قصيرة ولكن بلا شك كاملة سطر اسمه في صفحات التاريخ باعتبار جاكي قرد البابون الوحيب الذي قاتل في الحرب العالمية الاول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر